السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الشيخ فركوس لا يجوز شرعا أن يعطي له الكفيل لقب عائلته مهما كان عذر الكفيل أو أضاف إلى عذره حجة الرحمة به والشفقة والعطف عليه وتربيته أو لإشباع غريزة الأبوة والأمومة إذا كان الكفيل عقيما أو زوجته عاقرا فهذه الأسباب أو غيرها لا تجعل الدعي ولدا ولا يترتب على التبني أحكام البنوة الحقيقية لما يخلفه من آثار سيئة الكذب والزور واختراط الأنساب والتلبيس فيها وتغير قسمة الموارث على وجه يحرم المستحق ويعطي غير المستحق وتحليل الحرام في الخلوة والتكشف نحوها من الأعراض وتحليم الحلال كنكاح الإبن من الصلب بالبنت من التبني أو بالعكس أنحو ذلك من أسباب التعدي على حدود الشريعة وانتهاق حرمات الله سبحانه وتعالى